بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وبناتنا طالبات وطالبات الصف الثاني الصناعي تخصص تشغيل معادن أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودرس جديد في مادة تكنولوجيا الخراطة النهاردة جيت لكم علشان نبدأ مع بعض مادة تكنولوجيا الخراطة ونشوف مع بعض إيه هي العمليات وأهم الأجزاء وطرق التشغيل اللي بتتم على مكينة الخراطة في البداية لازم نبقى عارفين هي إيه أهمية صناعة الخراطة أنا عايزة كنت ماشي في الشارع تبص لكل حاجة حواليك هتقول لي لكل حاجة حواليه هو أنا هشوف حواليه مخارط أو ورش خراطة هقولك لا هقولك بص حواليك مثلا للعربيات اللي ماشية هتلاقي إن العربيات اللي ماشية دي العجلات بتاعت العربية بتتحرك حركة دورانية يبقى أكيد المحور اللي ماسك العجلة ده جزء استواني بص تاني وانت ماشي على جزء فيه مواتير كهربية استنى الأولانية كانت عربات بتتحرك ميكانيكيا بتقول لي مواتير كهربية هقولك آه المطور الكهرابي ده بياخد طاقة كهربية وبيحولها الطاقة حركية فحتلاقي إن العمود الرئيسي بتاع المطور ده عمود استواني هتلاقي كمان في كل حاجة مثلا في الأجهزة اللي موجودة عندك في البيت زي الغسلات لو أنت حد جالك يعمل صيانة للغسالة هتلاقي إن فيه أجزاء كتير من الغسالة أجزاء استوانية فيه طرات راكب عليها سيور فيه أعمدة دورانية يبقى أنا دلوقتي لو بتكلم عن شق كهرابي عن شق ميكانيكي هتلاقي إن الأجزاء الاستوانية هي أجزاء رئيسية فيه طب الأجزاء الاستوانية دي تتصمم فين؟ تتنفس فين؟ إيه الورش اللي تقدر تنفس الأجزاء الاستوانية دي؟ أيوة برافو عليكم هي ورش الخراطة ليه هي ورش الخراطة؟ المخرطة اسمها تيرنج ماشين التيرن ده الدوران ده هو الجزء الأساسي أو الحركة الرئيسية اللي من خلالها بعمل عمليات التصنيع على مكينة الخراطة مكينة الخراطة أهم حركة رئيسية فيها هي حركة دورانية علشان كده أنت ممكن تصنع على مكينة الخراطة أجزاء كتير جدا وما فيش مصنع إذا كان مصنع نسيج أو مصنع سيارات أو مصنع أجهزة كهربائية لازم يكون فيه ورشة خراطة قسم للخراطة ليه؟ لأنه هو أكيد يا إما حيصنع أجزاء حتستخدم فيه المنتجات بتاعته اللي هو بيصنحها أو إنه ورشة الخراطة دي هي اللي حتكون الورشة اللي بتعمل فيها عملية الصيانة للأجزاء المهم أنت عندك كمان السيور اللي بنحط عليها الشكاير وبتتحرك علشان ننقل من مكان لمكان أو من مدخل لمدخل أو من مخزن مثلاً لعربية وإحنا بننقل الشكاير أو الأجزاء التقيلة كل الحاجات دي في الآخر عشان يتعامل لها صيانة اللي هي إيه الحاجات دي؟ اللي هي الأجزاء اللي استوانية اللي هي أساساً الحركة بتاعتها حركة دورانية كل الحاجات دي لازم تتصنع على مكينة الخراطة طيب يعني إيه بقى؟ إيه هي الأجزاء دي أو أبسط الأجزاء اللي فيها؟ المسامير كلنا شفنا المصمار المصمار جزء استواني شبه الألم ده وفي النهاية بتاعته فيه سنان اللي هي سنان الألوز يعني فيه كمان صمولة يبقى المصمار والصمولة اللي أنا حستخدمهم في عمليات الربط عشان أربط أجزاء دي حاجات حتتصنع على مكينة الخراطة أي جزء استواني ممكن يكون مفرغ من الداخل أو مصمط من الخارج دي كلها أجزاء حتتصنع على مكينة الخراطة يبقى أهمية أو وظائف المخارط هي إنها تنتج الأجزاء الاستوانية الأجزاء المخروطية مخروطية يعني مسلوبة الأجزاء واللي فيها ألوزات لأن الألوزات دي إحنا بنستخدمها في عمليات الربط والإحكام وكمان ممكن نستخدمها في تحويل الحركة الدائرية إلى حركة خطية أو إن إحنا ننقل بيها كمان حركة يبقى أنا دلوقتي وظائف المخارط إنها هتعمل لي عملية تصنيع لكل المشغولات الاستوانية إذا كانت خارجية أو إذا كانت داخلية إذا كان فيها ألوزات إذا كان فيها مسلوب العمليات بتاعة الجلب والصواميل لازم علشان أشتغل على مكينة الخراطة لازم أكون دارس ثلاث حاجات إيه هم الثلاث حاجات دول؟ رقم واحد مكنة الخراطة ذات نفسها لازم أكون عارف الأجزاء بتاعتها ليه أكون عارف؟ علشان أعرف كل جزء بيشتغل إزاي؟ علشان أستخدمه بفنياتي أنا أنا بخبراتي أقدر أشغل المكينة وخرج منها المشغولات يعني لما يجي لي حد بمشغولة معينة ويقول لأنا عايز أعمل زي دي يبقى أنا عارف إن دي أنا بخبراتي بما إن أنا عارف أجزاء المخراطة وطريقة حركتها أبقى عارف إن دي تتصنع عندي على مكينة الخراطة يبقى أول حاجة من الحاجات اللي أنا لازم أكون عارفة المكينة نفسها رقم اتنين لازم أكون عارف المواد اللي أنا حشتغل بيها على مكينة الخراطة يعني أنا حقدر أصنع مشغولات مصنوعة من إيه؟ أيها حسنع مشغولات في الغالب بما إننا اسمنا تخصص تشغيل المعادن يبقى أنا حشتغل في كل المعادن تمام تالت حاجة أكون عارفها إيه؟ أدوات القطع اللي أنا حقطع بيها المشغولات اللي أنا حغير بيها شكل المشغولة ماه أنا وظيفتي إن أنا أخد خامات وحولها المنتجات يبقى أنا دلوقتي لازم أكون عارف المخراطة بتاعتي أجزائها إيه وبتشتغل إزاي؟ رقم اتنين أشوف الأجزاء اللي أنا حسبت بيها الشغلة رقم ثلاثة إن أنا أكون عارف أنواع أدوات القطع اللي أنا حقطع بيها ليه؟ لأن أنا وأنا شغال ممكن تكون الخامة المعدن اللي أنا بقطع فيه صلب جدا يبقى محتاج أداة قطع تكون أصلب منه ليه تكون أصلب منه؟ علشان تقدر تقطع فيه لو المعدن بتاعي طري يبقى أنا محتاج أداة قطع متوسطة يبقى النهاردة لازم ناخد مع بعض الثلاث حاجات دول أدرس المخرطة بأجزائها رقم اتنين أدرس إزاي حسبت المشغولات رقم ثلاثة أدرس أداة القطع من خلال المواد اللي بتصنع منها وقوة القطع اللي بتأثر عليها تعالوا كده مع بعض نشوف حنبدأ درسنا النهاردة إزاي؟ أول حاجة حنعرف يعيه هي وظائف المخارط في الإنتاج وظائف المخارط في الإنتاج المخارط من الماكينات الأساسية في الورش وبتستخدم في إنتاج الأجزاء الأسطوانية والمخروطية والحلزونية والأجزاء كمان اللي فيها ألوزات وخارط الجلب والأقراس كلمة جلب وأقراس دي بنعني بيها الخراطة اللي بتتم من الداخل تعالوا نشوف مع بعض كده الأشكال اللي أنا ممكن أعملها أو بعض أشكال المشغولات اللي أنا ممكن أصنعها لاحظ إن في أجزاء مخروطة من الخارجة هي وكلها أشكال أسطوانية كل المنتجات اللي أنا جايبها لك دي أشكال أسطوانية فيها أشكال معمول لها عمليات خراطة خارجية في أشكال معمول لها عمليات خراطة داخلية وتختلف كمان كل المواد اللي أنا ممكن أستخدمها في عمليات الخراطة قلتلك أول حاجة لازم تكون عارفها ودريسها كويس هي أجزاء المخروطة تعال أبني لك المخروطة جزء جزء أجزاء المخروطة أول حاجة في المخروطة وهي القاعدة اللي بتشيل جسم المخروطة ودي بتكون من الظهر المسبوك لأن الظهر بتاعنا بيبقى خامد للإهتزازات وبيتحمل الإهتزازات الجامدة وعلشان العامل هو شغال ما حسش بيها زائد إنها بتكون سبتة وغير حساسة للشروخ رقم اتنين ده اسمه الفرش ده اللي حيتحرك عليه كل الأجزاء يبقى رقم واحد عند القاعدة رقم اتنين الفرش بتاع اللي حيتحرك عليه الأجزاء رقم تلاتة ده اسمه الغراب السابت الغراب السابت ده وده جزء له كثير من الاستعمالات حيفيد المخروطة كلها في إيه رقم واحد إنه جوه الغراب السابت ده مجموعة من التروس على شام تديني سرعات مختلفة للظرف هنا اللي حيكون ماسك الشغلة يعني أنا حقدر أغير السرعات بتاعتي على حسب نوع الشغلة اللي أنا بستخدمها يبقى عندي رقم واحد القاعدة رقم اتنين الفرش رقم تلاتة الغراب السابت رقم اربعة الغراب المتحرك طالما عنده الغراب سابت يبقى أكيد فيه كمان غراب ايه متحرك والغراب المتحرك حتكون وظفته ايه عندي في المخرطة رقم واحد لو أنا عندي شغلة مربوطة هنا على ظرف المخرطة والشغلة دي طويلة يبقى حعمل لها عملية سند هنا بالزنبة يبقى استعمالات الغراب المتحرك رقم واحد سند المشغولات الطويلة رقم اتنين هستخدم الغراب المتحرك ده في بعض المشغولات الطويلة اللي انا هعمل لها سلبة يبقى بيستخدم في سند المشغولات الطويلة وكمان في عمل السلبة الطويلة رقم تلاتة انا ممكن اشيل الزنبة دي وركب مكانها بونطة بحيث ان البونطة دي تعمل لي عملية تأب في المشغولات يبقى اهم حاجة ان انا اكون عارف كل جزء يبقى القاعدة بتثبت عليها كل المكينة الفرش ده علشان هيتحرك عليه كل الاجزاء او اغلبها الغراب السابت هيبقى جواه الجزء اللي ماسك الشغلة وبين اللي لها الحركة زائد ان جواه صندوق التروس اللي حيديني مجموعة من السرعات المختلفة علشان اعمل عمليات الخراطة الغراب المتحرك وده هستخدمه يعني اما لسند المشغولات الطويلة او في عمل السلبة اللي هو الاجزاء المخروطية الطويلة او ان انا اعمل بها عمليات التأب طيب رقم اربعة اسمها العربة والعربة دي بتتحرك على الفرش يمينا ويسارا لانها هتبقى دلوقتي شايلة كل الاجزاء اللي بيتثبت عليها اداة القطع بتاعتي في عملية الخراطة الجزء اللي بعده ايه؟ الجزء اللي بعده اسمه الرسمة العرضية الجزء ده اسمه الرسمة العرضية ليه اسمه الرسمة العرضية؟ اسمه الرسمة العرضية لانه بيتحرك بعرض الفرش بتاع المخروطة يبقى اللي فوقيه اسمه الرسمة الطولية الرسمة الطولية ليه اسمها طولية؟ لانها بتتحرك بطول الفرش خلي بالك ان الاجزاء اللي انا برسمها هنا كلها دي دي اللي هتتحكم في اداة القطع يبقى العربة هتتحكم يمينا ويسارا الرسمة بتاعة العرضية هتتحرك بعرض الفرش الرسمة الطولية هتتحرك بطول الفرش بس بمسافة قليلة والرسمة الطولية بستخدمها في بعض عمليات القطع المسلوب أو أنها هستخدمها في بعض وضع طريقة للتغذية لأداة القطع بعد كده عندي البرج بتاعي اللي هو حامل القلم اللي أنا بثبت عليه ألم الخراطة وبعد كده عندي إيه؟ عندي الأعمدة اللي بتنقل الحركة التلات أعمدة دول في عمود اسمه عمود الإدارة اللي أنا بحرك منه وبثبت ظرف المخرطة عشان يتحرك حركة دورانية في اتجاه اليمين واليسار أو أن أنا أثبت الحركة بتاعته في عمود فوق وده عمود الألووز وده أنا هستخدمه عشان يحرك للعربة حركة أوتوماتيكية أثناء ما يكون بعمل الألووزات وفي تحت عمود الجر بتاعي وده هيحرك العربة بكل اللي شايلها حركة خطية ولكن هستخدمها في عمليات الخراطة يبقى الأعمدة دي في منها عمود الإدارة في منها عمود الألووز في منها عمود الجر كده أنا بنيت المخرطة بتاعتي وعرفت أجزائها وعرفت كمان كل جزء فيها طب إحنا الكتاب بتاعنا فيه الرسمة دي بيقول إن أنا عندي القاعدة وعندي الفرش وعندي الغراب وعندي الظرف وعندي الرسمة الطولية والعرضية والغراب المتحرك إنما الشكل اللي إحنا بنشوفه للمخارط المخارط بتتعدد أشكالها والشكل بتاع المخارطة دايما لما بنيجي نشتري مكينة خراطة علشان نحطها في ورشة مثلا أو في قسم عملي فإحنا دايما بنبص الحاجتين بنبص الحاجة الأولانية هي المسافة من هنا من عند الظرف لغاية الزنبا قد إيه اللي هو يعتبر طول المخارطة أو طول الشغل اللي أنا قدر أعملها وفي نفس الوقت المحور من سنتر الظرف لغاية الفرش قد إيه عشان يعني حجم الشغل فأنا شكل المخارطة بتاعتي هيختلف من مخارطة للتانية وكل مخارطة بإمكانياتها حتديني إمكانيات زيادة في عمليات الخراطة اللي أنا ممكن أعملها طب إيه هي بقى عمليات الخراطة الأساسية اللي أنا ممكن أشتغلها على المخارطة نبصوا لي كده لو سمحتوا إحنا دلوقتي عندنا وقلنا إن أنا دلوقتي مكينة الخراطة حتعمل لي كل المشغولات اللي استوانية مشغولات استوانية يعني مقطحة دائري طب أنا دلوقتي إيه هي عمليات الخراطة اللي ممكن أعملها دلوقتي على المشغولات بما إن الشغلة عملة بتتحرك حركة دورانية آه رقم واحد أنا أقدر أدخل ألم الخراطة بتاعي يزيل جزء من الجبهة هنا فدي اللي بنسميها الخراطة الوجهية ودي دايما علشان نصفي الأطوال بتاعة المشغولة أنا أحدد طول المشغولة بالطول اللي أنا محتاجه يبقى إن مرة واحد عندي خراطة وجهية إن أنا حعمل هنا خراطة للوجه أو تسوية للوجه عشان أحدد طول الشغل رقم اتنين عندي خراطة طولية يبقى الشغلة وهي بتلف أنا حعمل فيها خراطة ألم الخراطة هيخشه بعمق قطع ويبدأ يتحرك حركة التغذية بتاعتي حركة خطية علشان كده يبدل ما القطر بتاع الشغلة مثلا مثلا سي 40 ملي لا أنا ممكن أخليه 30 ملي ممكن أخليه 20 ملي يبقى أنا بقلل القطر وفي ذات الوقت أنا ممكن أعمل كذا نوع يعني أخليها قطرها من هنا 30 قطرها بعد كده 40 قطرها بعد كده 60 وهكذا وتبقى دي اسمها خراطة متدرجة الخراطة كلها متوقفة على حاجتين عمق القطع اللي انت بتعمله وحركة التغذية عمق قطع وتغذية بتقلل القطر قد إيه وطبعا عمق القطع ده حيختلف من مادة للتانية إزاي يعني المادة بتاعتي لو كانت مادة صلبة ناشفة يعني أكيد أنا حعمل عمق قطع قليل عشان ما زودش الإجهادات على الألم وإحنا كمان شوية حنشوف إزاي بنحسب قوة القطع اللي بتأثر على أداة القطع يبقى أول نوع من الخراطة الخراطة الوجهية أو الجبهية اللي بنقول عليها خراطة القورة عشان أساوي الأسطح الوجهية بتاعة الشغلة خراطة طولية إن أنا أقل للقطر بتاعي رقم تلاتة إن الألم بتاعي بدل ما يتحرك موازي لمحور الشغلة لا الألم بتاعي يتحرك بزاوية ميل يبقى حيعمل لي خراطة المسلوب طب وإذا الألم بتاعي وهو ماشي عمل تخليق لمجاري حلزونية يبقى دي اللي اسمها خراطة الألوزات اسمها خراطة الايه؟ الألوزات يبقى أنا العمليات اللي ممكن أعملها كلها هي الخراطة الوجهية رقم اتنين الخراطة الطولية رقم تلاتة خراطة المسلوب أو المستدقات أو الخراطة المخروطية رقم أربعة وهي خراطة الألوزات أي نوع من الخراطة اللي أنا قلت لك عليها المخراطة تقدر تعملها خراطة خارجية أو خراطة داخلية ممكن تعمل داخلية أو خارجية تعالوا نشوف مع بعض كده الأشكال المختلفة لعمليات الخراطة ونشوف فيديو كمان لعملية الخراطة نبص كده مع بعض عمليات الخراطة عندي رقم واحد الخراطة الطولية اللي احنا بنسميها الخراطة العدلة وفي الخراطة دي أنا الألم بتاعي سن الألم بتاعي بيدخل جوه عمق بيعمل عمق قطع داخل الشغلة والشغلة أصلا الحركة الرئيسية بتاعتها حركة دورانية بعد الألم ما بياخد عمق قطع بيتحرك حركة خطية وبالتالي هنا هيعمل إيه؟ هيقلل القطر بتاعي بدل ما كان القطر كبير بالشكل ده هيبقى هنا القطر أقل وأصغر منها هيبقى أول نوع من أنواع عمليات الخراطة كانت الخراطة الطولية كانت الخراطة الإيه؟ الطولية تعال نشوف نوع تاني خلي بالك أن هنا حركة الألم موازية لمحور الإيه؟ موازية لمحور الشغلة وحيطلع شغلة سطوانية تعال نشوف اللي بعده الخراطة الوجهية اللي احنا بنقول عليها خراطة الأورة هنا الشغلة ممكن يكون سطحها هنا مش مستوي أو تكون الشغلة أنا عايز أحدد الطول بتاعها فلازم أبدأ من سطح مستوي يبقى أنا هنا ببدأ بسن الألم آكل إحنا بنسميها كده بنقول إن الألم بياكل في المعدن فالشغلة بتكون بتحرك حركة دورانية وحركة التغذية بتاعة الألم بتكون عمودية على محور الإيه؟ على محور الشغلة يبقى هنا أنا بزيل جزء من المعدن علشان أعمل تسوية للسطح اللي موجود عندنا هنا تحرك الألم إيه؟ عمودياً يبقى أنا في الخراطة الطولية كان موازي لمحور الشغلة إنما هنا عمودياً على محور الإيه؟ الشغلة بغرض تصفية الإيه؟ الإيه الأطوال تعال نشوف حاجة تانية من الحاجات اللي ممكن نعملها على مكينة الخراطة خرط المجاري المحور الشغلة اللي هي الألوزات اللي هي إن الألم بتاعي بيبدأ يأكل وياكل يعني يزيل أجزاء من المعدن فكأنه بيعمل مجاري حلزونية على سطح الشغلة الألوزات دي خلي بالك إن النوع الألوز ده ممكن يكون ألوز شكله هنا كده زي المربع إنما هنا سن الألوز عندي إيه؟ عندي مسلس وهنا بيتحرك الألم عمودياً على محور الشغلة في وجود تغذية يعني الألم بيدخل جوه الشغلة وبعدين يبدأ يتحرك حركة إيه؟ التغذية وذلك لتخليق مجاري حول الشغلة بشكل معين لأن المجاري دي ممكن تكون رأس المجرى هنا مربعة أو تكون مسلسة تعال نشوف كمان حاجة من الحاجات اللي ممكن نعملها على مكينة الخراطة خرط المسلوب أو المستدقات أنا عندي هنا ببدأ الشغلة كانت استوانية كاملة إنما بدأ تاكل من جزء أكتر من التاني وده بيتطلب مني إن الألم بتاعي يكون ميل يعني الرسمة الطولية تكون ميلة عشان تبدأ تاكل من جزء أكتر من التاني لحد ما تعملي قطر صغير وقطر كبير وده اللي اسمها المسلوب أو اللي إحنا اللي هي أشكال مستدقة أو مخروطية يبقى ده الشكل عندي اللي حينتج من عملية الخراطة نظراً لأن الألم كان هنا بيتحرك بزاوية ميل هي نفس زاوية ميل الجزء المسلوب طب يبقى إحنا عملنا إيه؟ وهي تحرك القلم بشكل مائل على محور الشغلة يبقى الخراطة الطولية كان موازي لمحور الشغلة الخراطة الوجهية كان عمودي على محور الشغلة إنما الخراطة السلبة أو الخراطة المخروطية أو الخراطة المستدقة بيتحرك بميل على محور إيه؟ بيتحرك بميل على محور الشغلة تعالى كده نشوف عمليات الخراطة بيكون شكلها إيه؟ هنا الشغلة مربوطة على الظرف بتاعي أول حاجة نخلي بالنا منها أن هنا الشغلة بقت تتحرك حركة دورانية ألم القطع كده يبقى بيعمل إيه؟ بيعمل خراطة وجهية عشان يساوي السطح الأمامي بتاعي للشغلة بعد كده هيبدأ الألم يعمل إيه؟ المخراطة بتاعتي بالدور وحيبدأ الألم بعد ما يمس ياخد عمق قطع ويتحرك حركة حركة كده بقت إيه؟ بقت موازية لمحور الشغلة وهو بيتحرك الحركة الموازية لمحور الشغلة بيزيل طبعا عمق القطع الحبة اللي شالهم دول بما أن الشغلة بتتحرك حركة دورانية يبقى الألم هو بتحرك بياكل في كل السطح الدائري اللي موجود وبالتالي زي ما قلت لك قبل كده هو ممكن يعمل عملية الخراطة دي في الشغلة كلها أو في أجزاء اللي احنا بنسميها الخراطة المتدرجة يعني يكون عندي قطر غير قطر تاني خلي بالك من الحاجات اللي احنا بنقول عليها الحركة الحركة بتاعتي موازية المحور الشغلة يبقى دي خراطة طولية الحركة بتاعتي عمودية على محور الشغلة تبقى دي ايه خراطة وجهية انا كده عرفت ان انا الشغلة بتاعتي بتتحرك حركة دورانية يبقى انا حقدر استخدم المخرطة في كل المشغولات الاستوانية في كل المشغولات الايه الاستوانية طيب اهم حاجة اتكلمنا عليها في بداية الحلقة قلتلك ان انت تكون عارف الاجزاء اللي لازم تكون درسها يعني انا دلوقتي درست اجزاء المخرطة وعرفت حشغلها ازاي وهي بتعمل ايه رقم اتنين عرفت ايه هي العمليات اللي انا حعملها على المخرطة او حشتغلها على المخرطة قلتلك بقى كانت تالت حاجة قلتلك لازم تعرف الالم اللي حيقطع الالم الخراطة عندي اللي حيقطع الالم ده علشان يواجه الشغلة لازم يواجه الشغلة في نقطة واحدة ليه في نقطة واحدة؟ لان الالم لو ما قابلش الشغلة في نقطة يعني في اكتر من نقطة الاحتكاك مبين اداية القطع وما بين الشغلة هيكون احتكاك كبير ارتفاع درجة الحرارة انت عندك لما بيكون عندك حكة حديدة في اي مكان ومش عارف تتنيها فبتقول ايه بتقول يلا نسخنها اول ما بتسخنها بتفقد صلابتها ولما بتفقد صلابتها بتقدر انت ايه تتنيها معنا كده ان القلم اللي انا قلتلك في الاول انه لازم يكون اصلد من الشغل علشان يأكل فيها لو تعرض لاحتكاك احنا لما بنعمل كده بادينا ادينا بتسخن فما بالك ان فيه معدن ومعدن بيحتكوا ببعض يبقى اذا دلوقتي الالم ده لما حيتعرض لاحتكاك درجة حرارته حترتفع وبالتالي درجة الصلاة ده بتاعته حتنخفض وبالتالي الالم بتاعي حيتلف ومش حقدر اعمل بيه عمليات القطع المختلفة يبقى لازم ادرس ايه في الالم لازم ادرس في الالم زوايا القطع يعني فيك في كل وجهة من وجهات الالم زاوية ميل علشان يتبقى سن واحد هو اللي بياخد عمق القطع داخل الشغلة دي نمرة واحد نمرة اتنين لازم اكون عارف زوايا القطع دي قد ايه وبتختلف منين لفين يعني ايه بتختلف منين لفين اقول لك يعني مثلا انت ده اسمه قلم بياكل في الشغلة بيشيل معدن من الشغلة فانا عندي زاوية اسمها زاوية الجرف زاوية الجرف دي هي الزاوية المسؤولة عن انها تقطع المعدن تشيل من المعدن المعدن بتاعي لو هو معدن طري يبقى الزاوية دي تكون كبيرة عشان تقدر تشيل كتير انما لو المعدن ناشف تبقى الزاوية دي تكون قليل عندي زاوية الجرف هي الزاوية المسؤولة عن انسياب الريش زاوية الخلوص هي الزاوية المسؤولة عن تقليل الاحتكاك ما بين أداة القطعة والشغلة وبعد كده عندي زاوية السن وهي الزاوية المحصورة ما بين زاوية الجرف وزاوية الخلوص ولكن لازم تخلي بالك من حدود القطعة الخطوط اللي جاية ما بين سن الألم وواجه الألم ما بين سن الألم وواجه الألم دي حاجة بعد كده لازم تعرف هو الألم ده بيتعرض لقوة قطع شكلها إيه خلي بالك إن الألم بتاعك مواجه للشغلة والشغلة بتلف حركة دورانية يبقى فيه قوة قط قوة دلوقتي الشغلة وهي بتلف بتضغطها على الألم وهو في مواجهته دين رقم واحد رقم اتنين بقى دي أول قوة قطع بعد كده عندي قوة قطع تانية بتاعة إيه الألم لما حيتحرك حركة التغذية العرضية اللي هي موازية يبقى أنا عندي قوة جاية من الدوران ودي حتأثر بالألم لتحت بعد كده عندي قوة أفقية ودي حتكون القوة بتاعة النتجة من عمليات التغذية بعد كده عندي القوة النتجة من ضغط الألم على الشغلة علشان يزيل منها ويبقى الثلاث قوة دول لهم محصلة قوة زي ما درسناها مع بعض في مادة التطبيقات التكنولوجية إن أنا عندي محصلة مجموعة للايه؟ محصلة مجموعة للقوة تعالوا مع بعض نتكلم عن ألم الخراطة نشوف أجزاؤه نشوف حدود القطع فيه نشوف زوايا القطع اللي موجودة بتاعته ونشوف قوة القطع اللي بتأثر عليه نشوف كده مع بعض أقلام الخراطة أقلام الخراطة بيعتبر فيها جزء مهم جداً اللي هو الجزء اللي اسمه النصاب بس لازم تبع عارف أن أقلام الخراطة هي أدات قطع المعدن والتي تثبت في حامل مخصص له بالرسمة يسمى بحامل القلم اللي في بعض الكتب بيبقى اسمه البرج أو المقلم الألم بتاعي أهم جزء فيه اللي هو النصاب والنصاب بتاع الألم ده الجزء اللي بيتمسك منه الألم أو بيتثبت منه الألم على إيه؟ على حامل الألم أو البرج أو المقلم يبقى أنا دلوقتي النصاب بتاعي وهو جسم القلم الذي يثبت في حامل الإيه؟ في حامل القلم تعال مع بعض نشوف برضو أهم الأجزاء اللي لازم أكون عامل حسابها تاني حاجة عندي الحد القاطع الرئيسي والحد القاطع الرئيسي اللي هو الخط ده اللي بيبقى مواجه الشغلة صحيح أنا بواجه الشغلة بالسن ده ولكن لو أنا واخد عمق قاطع كبير يبقى الحد القاطع الرئيسي ده هو ده اللي حيتحمل الإجهاد بتاع إزالة الرائش والحد القاطع الرئيسي هو تقاطع السطح الأمامي مع السطح الخلفي يبقى أنا ده عندي السطح الأمامي وده السطح الخلفي السطحين دول لما بيتقابلوا مع بعض بيعملوا الحد القاطع الايه؟ الرئيسي تعال نشوف تاني جزء مهم ده الحد القاطع المساعد وده ما بيكونش مواجه للشغلة يبقى رقم اتنين الحد القاطع المساعد وده هو تقاطع السطح الأمامي اللي هو اللي فوق مع السطح الخلفي المساعد اللي هو الوجه اللي ايه؟ اللي من الجانب الأخر تالت حاجة وهي سن الألم والسن ده جي منين جه من تقاطع حد القاطع الرئيسي مع الحد القاطع الايه؟ المساعد يبقى سن الألم بتاعي ويتكون من تقاطع الحد القاطع الرئيسي مع الحد القاطع الايه؟ المساعد طب أنا دلوقتي إيه هي المواصفات القياسية لألم المخرطة لازم أكون واخد بالي من إيه رقم واحد شكل الألم هو شكل الألم حيأثر معايا في إيه آه ما هو سن الألم اللي إحنا لسه شايفينه مع بعض ممكن يكون السن ده مسلس وأنا بعمل عمل عملية خراطة يبقى أنا أو بعمل عملية ألووز يبقى حيجيب لي ألووز مسلس ممكن سن الألم ده أو شكله أو جسمه يغير شكل عملية الخراطة رقم اتنين مقطع النصاب النصاب ده مقطعه مربع يبقى حيناسب البرج بتاعي أو المقلمة اللي أنا هشتغل عليها إذا كان غير كده يبقى أنا هحتاجي إن أنا جيب له ماسك معين علشان يتثبت عليه رقم تلاتة مقدار بروز أداة الخرط المنحنية يعني الجزء اللي هيبقى بارز من الألم خارج إيه خارج ماسك أو حامل القلم رقم اربعة مقادير الزوايا بتاعة الجرف والخلوص لأن زاوية الجرف دي لازم تكون محكومة أو مضبوطة مع عملية الخرطة اللي حكون مثلا المعدن ناشف أو صلب يعني يبقى أنا عايز أجيب زاوية جرف قليلة لو المعدن طري يبقى أنا حجيب زاوية جرف كبيرة مش كبيرة قوي يعني ولكن علشان تقدر تنساب معاها الإيه الرائش تعالى نشوف مع بعض كده زوايا قلم الخرطة نشوف مع بعض زوايا ألم الإيه الخرطة لو شفنا كده ده كده تمثيل لشكل الشغلة دي الشغلة بتاعتي استوانية يعني مقطحة دائري وده شكل الألم والألم لما بيبدأ يضغط على الشغلة فبيطلع منه الجزء ده اللي احنا بنسميه الرائش يبقى أنا إذن عندي دي الشغلة وده كده الألم تعالى نشوف إيه هي الزوايا بقى الزوايا بتاعتي رقم واحد لو أنا خدت المحور بتاع الشغلة كده وشفت الزوايا ما بينها وما بين سطح الألم الأمامي ده يبقى الزوايا دي اسمها زاوية الجرف وده اللي أنا قلتلك عليها الزوايا دي ممكن تكون كبيرة نسبيا مع المعادن الطرية وممكن تكون قليلة مع المعادن النشفة يبقى أنا عندي رقم واحد زاوية الجرف وهي المسؤولة عن انزلاق الرايش عليها وتزداد للمعادن الطرية وتقل للمعادن الإيه النشفة تعال نشوف تاني زاوية لو أنا خدت هنا خط رأسي كده مماس للشغلة وخدت زاوية ما بين سطح الألم الأمامي المساعد والخط المماس تبقى الزاوية دي اسمها زاوية الخلوص الزاوية دي يا أولاد مسؤولة عن انها تقلل الاحتكاك ما بين الألم وما بين الشغلة يعني الخط ده أو السطح ده لو كان هنا رأسي كان هيبقى الاحتكاك مع الشغلة زيادة إنما إحنا عايزين نقلل الاحتكاك لأن ده بيسبب تلف في الشغلة وتلف في الألم وبيقلل العمر الافتراضي للحد القاطع يبقى أنا دلوقتي لو اتكلمت عن زاوية الخلوص أقول وهي الزاوية المسؤولة عن منع احتكاك الألم بالإيه؟ بالشغلة رقم ثلاثة الزاوية بقى المحصورة ما بين زاوية الجرف وزاوية الخلوص هي زاوية السن خلي بالك إن أنا لما أخد من هنا خط كده أفقي يبقى الخط ده مار بمركز الشغلة وخط رأسي هنا كده مماس للشغلة يبقى الزاوية دي زاوية قايمة يعني التسعين درجة دول متقسمين لتلت زاوية الزاوية الأولى اسمها زاوية الجرف الزاوية التانية اسمها زاوية السن الزاوية التالتة اسمها زاوية الايه؟ الخلوص. يبقى انا لو عرفت هنا زاوية السن بتاعتي. هقول هي الزاوية المحصورة ما بين سطحي. الحد القاطع اللي هو السطح الامامي والسطح الخلفي. وبتتوقف على ليونت وانشوفة المعدن. هتقول لي مستر محمد هو انت لسه ايل لنا الليونت وانشوفة المعدن بيتحدد عليها زاوية الجرف. رجعت تاني تقول نفس الكلمة على زاوية السن. اقول لك اه. ليه? لان دلوقتي زاوية الجرف لو كبرت زاوية السن هتقل. زاوية الجرف لو قلت زاوية السن هتكبر. يبقى انا الزواية الاساسية اللي موجودة عندي اللي بتحدد شكل عملية الخراطة او نوع عملية الخراطة من حيس نوع الشغلة بتاعتي هي زاوية الجرف زاوية السن زاوية الخلوص. زاوية الجرف هي المسؤولة عن انسياب الريش. زاوية الخلوص يا الزاوية المسؤولة عن تقليل الاحتكاك. زاوية السنية الزاوية المحصورة ما بين الزاويتين وبيتحدد قيمتها حسب مقدار زاوية الجرف بما اننا خدت الزاوية اللي موجودة في القلم تعالى نشوف قوة القطع المختلفة اللي بتأثر على القلم دلوقتي انا الشغلة بتاعتي بتتحرك حركة دورانية والقلم بتاعي بيتحرك في الاتجاه بتاعي اللي هو الاتجاه S ده اللي هي حركة التغذية خلي بالك ان الشغلة وهي بتلف بتضغط على القلم لتحت كمان القلم بيضغط لجوه بعمق القطع كمان القلم بيتحرك ناحية اليسار كده اللي هي حركة التغذية عشان يقلل الشغلة من قطر جبيل لقطر صغير طب فين القوة بقى دي تعالى كده نمثلها من رواحة قوة القطع والقوة دي هتكون بما ان الشغلة بتلف يبقى القوة دي اكيد بتكون بتأثر على القلم لاسفل يبقى الشغلة بتاعتي وهي بتلف كده بتضغط على القلم لاسفل يبقى دي قوة القطع دي القوة اللي سببت القطع طيب قوة القطع دي لو عرفتها يبقى هي القوة الناشئة من حركة الشغلة عشان الشغلة بتاعتي بتلف فهي بتضغط على القلم بتاعي لأسفل يبقى هي القوة الناشئة من حركة الشغلة حركة دورانية محتكة بالشغلة وتكون لأسفل طب تاني نوع من القوة اللي هي القوة القطرية انت عندك القلم بيضغط لجوه يبقى فيه رد فعل للضغطة القلم يبقى دي القوة القطرية بتاعتي اللي هي مكتوب عليها FR يبقى دي وهي تنشأ من اتجاه حركة القلم عموديا القلم بتاعي بيضغط لجوه يبقى الشغلة بتعمل رد فعل عكسها وطبعا لازم لكل فعل رد فعل لأن لو قوة القلم كانت أكبر من رد فعل الشغلة كان زمان الشغلة تكسرت ولو رد فعل الشغلة كان أكبر من قوة الألم كان زمان الألم اتكسر يبقى القوة القطرية عندي وهي تنشأ من اتجاه حركة الألم عموديا على محور الشغلة اللي هي بتسبب لي عمق القطع تعال نشوف تالت قوة اللي هي قوة التغذية احنا حنشرح مع بعض دلوقتي يعني ايه تغذية ويعني ايه عمق قطع الألم بتاعي بيبيا ده يتحرك في ناحية اليسار فهو كده بيضغط على الشغلة وبالتالي الضغطة بتاعته دي عبارة عن قوة بنسميها قوة التغذية الألم بيضغط ناحية اليسار يبقى الشغلة بتعمل ايه رد فعل عكسها يبقى أنا دلوقتي قوة التغذية وهي القوة الناشئة من حركة الألم الطولية الموازية لمحور الشغلة بما ان أنا بقى عندي تلات قوة القوة دي كلها مجتمعة فين عند سن الألم نفترض زي ما كنا بناخد في التطبيقات التكنولوجية القوة دي تلاتة نيوتن القوة دي اتنين نيوتن القوة دي واحد نيوتن لما بيكون عندي مجموعة من القوة بعمل ايه؟ أيوة بجيب محصلة القوة اللي هي قوة القطع الكلية الف توتل بتاعتي يبقى مجموع قوة القطع اللي موجودة عندي هنا اللي كلها بتأثر على سن الألم سن الألم واخد قوة القطع عليه سن الألم محطوط عليه القوة بتاعة القوة القطرية بتاعت اللي نتجى من عمق القطع سن الألم شايل كمان القوة بتاعت التغذية يبقى لازم اعمل ايه؟ الف تي او الف توتل يعني ان انا هجيب محصلة القوة دي يبقى تعريف قوة القطع الكلية وهي محصلة القوة السلاس اللي احنا قلناها مع بعض يبقى الألم بتأثر عليه تلات قوة قوة القطع اللي نتجى من حركة الشغلة القوة القطرية اللي نتجى من عمق القطع للداخل وقوة التغذية اللي نتجى من القوة اللي بتخلي الألم بتاعي يتحرك حركة موازية لمحور الشغلة لاحظ ان احنا واحنا رسمين هنا لو تلاحظ ان سن الألم هنا مواجه لمحور الشغلة طب هو الألم لو طلع لفوق أو نزل لتحته حيحصل إيه أو تعالى نشوف مع بعض كده الألم بتاعي لازم يكون مضبوط على إيه على محور الشغلة ليه؟ هقولك ليه الألم هنا لو سن الألم منطبق على محور الشغلة فحتلاقي إن القوة بتاعتي بتاعة القطعة وقوة الاحتكاك ما بتكونش مأثرة بشكل كبير على الألم ليه؟ تعالى بص معايا هنا كده لو الألم تحت الشغلة وهي بتلفة حتضغط عليه ليه؟ لأنه هو مش مقابلها في نقطة ده بيواجهها القوز ده طب ولو كان الألم هنا أعلى من المحور ده المحور بتاعي الشغلة الألم بتاعي أعلى من المحور هنا تعرض لقوة احتكاك من الوجه يبقى هنا اتعرض لقوة كبيرة أثناء قطع المعدن إنما هنا اتعرض لقوة احتكاك إنما هنا كان تقريبا القوة بتاعتي قوة متساوية لو تلاحظ إن الجزء المظلل هنا والجزء المظلل هنا متساوي بص هنا الجزء المظلل كبير وهنا الجزء المظلل من ناحية زوية الخلوص قليل هنا العكس هنا الجزء المظلل كبير وهنا الجزء المظلل ايه؟ قليل طيب أنا بدرس ليه ضبط السكينة بتاعة الخراطة أو ألم الخراطة على محور الشغلة لأن بيؤثر ارتفاع وانخفاض القلم على محور الشغلة على كل زوايا الجرف والخلوص بالزيادة أو بالنقصان حيث يجب ضبط القلم بحيث يكون حده القاطع موازي لمحور الشغلة طيب تعال كده نشوف حاجة اسمها العوامل اللي بيتوقف عليها عملية الخراطة انت عندك عدة عوامل بيتوقف عليها عملية الخراطة لازم تكون تحافظت ثلاث حاجات دول رقم واحد سرعة القطع رقم اتنين عمق القطع رقم ثلاثة وهي التغذية يعني ايه سرعة قطع؟ انت عارف ان السرعة دايما عبارة عن مسافة وزمن بندرس السرعة وتطبيقاتها ان احنا بنقسم المسافة على الزمن تديني سرعة فانا دلوقتي ححسب السرعة ازاي وانا عندي شغلة بتلف هقولك احنا دلوقتي الالم بتاعي لو هو بيقطع في الشغلة فدخل بعمق قطع كده واتحرك فبيطلع عندي رايش انا لو شلت الرايش ده وفردته كده وقسته يعني قلت طول الرايش المقطوع بقيت دي المسافة في الدقيقة جبت كل الرايش اللي انا قطعته في دقيقة وقست طوله وقسمت طول الرايش على الزمن بتاعي اللي هو الدقيقة حيديني سرعة القطع بتاعتي يبقى سرعة القطع هي طول الرايش المقطوع في الدقيقة دي رقم واحد يعني ايه عمق قطع؟ عمق القطع بتاعي هو المسافة اللي بيتغلغلها الالم اللي هو اداة القطع يعني داخل الشغلة قبل كل وش يبقى الالم ده بيتغلغل قد ايه جوه الشغلة؟ هو ده عمق القطع طب والتغزية انت عندك دلوقتي بعد ما خدت عمق القطع والشغلة دي عملت لف فانت بتتحرك بالالم بتاعك حركة خطية اللي هي موازية المحور الشغلة يبقى عندي سرعة القطع يطول الرايش المقطوع في الدقيقة عمق القطع بتاعك وهو المسافة اللي بيتغلغلها الالم او سمك الرايش المزال في كل وش زائد ان التغزية هي المسافة اللي بيتحركها الالم الخراطة بعد كل لفة من لفات الايه؟ من لفات القطع طب هم التلت حاجات دول بيتوقفوا على بعض؟ اه طبعا بيتوقفوا على بعض لان انا ممكن اقول لك ايه ده؟ ايه هي العوامل التي يتوقف عليها سرعة القطع؟ انت دلوقتي لو ااخد عمق قطع كبير يعني الالم متداخل مع الشغلة في سمك كبير هتقدر تشتغل بسرعة عالية؟ لا طبعا لازم اشتغل بالراحة عشان ما اكسرش الالم بتاعي او اعمل تلافيات في الشغلة طب ولو ااخد عمق قطع قليل اه ممكن اشتغل بسرعة عالية طب حاجة تانية هو انا دلوقتي لو ااخد عمق قطع كبير هشتغل بتغزية سريعة؟ لا هشتغل بتغزية قليل لو ااخد عمق قطع قليل هشتغل بتغزية سريعة زائد ان في حاجتين كمان بيتحكموا في سرعة القطع والتغذية وعمق القطع ايه هم نوع معدن الالم بتاعي اللي هو اداة القطع ونوع معدن الشغلة معنى كده ان انا عايزك تقول الخمس حاجات دول وحعرفك انا عايزك تحفظهم كلهم ليه رقم واحد سرعة القطع رقم اتنين عمق القطع رقم تلاتة التغذية رقم تلاتة رقم اربعة معدن الشغلة نوع معدن الشغلة رقم خمسة نوع معدن اداة القطع تاني سرعة قطع تغذية عمق قطع نوع معدن الشغلة نوع معدن اداة القطع اقولك ايه هي العوامل اللي بيتوقف عليها سرعة القطع يعني ايه امتى سرعة القطع تكون كبيرة او تكون قليلة ايه اللي حيحددها فتقولي التغذية وعمق القطع ونوع معدن الشغلة ونوع معدن اداة القطع لو قلتلك ايه هي العوامل اللي بيتوقف عليها عمق القطع خبيلي كده عمق القطع وقول الاربع البقيين يبقى عمق القطع حيتحدد على سرعة القطع وعالتغذية ونوع معدن الشغلة ونوع معدن أداة القطع ايه هي العوامل اللي بيتوقف عليها التغذية خبي كلمة التغذية وقول الاربع البقيين لأن الخمس عوامل دول من العوامل اللي بتحدد أو بتتوقف على بعضها يعني ما قدرش اشتغل بحاجة عالية بسرعة قطع عالية إلا لما تكون التغذية قليلة ما قدرش اشتغل بتغذية عالية سريعة إلا لما تكون شغال بعمق قطع قليل ما قدرش اشتغل بحاجة سريعة إلا لما تكون الشغلة معدنها طري وأداة القطع معدنها ناشف وأصلب منهم كلهم يبقى دي العوامل اللي بتتوقف عليها بعضها على بعضها تعالى نشوف مع بعض العوامل دي وازاي نقدر نعمل حسابات لسرعة القطع نجيبها كسرعة خطية او سرعة دورانية نبص كده مع بعض العوامل التي يتوقف عليها عملية الخراطة اول عامل من العوامل دي ويعتبر اهمها وهو سرعة القطع وهو بيتحسب سرعة القطع ده بنرمز له بالرمز عين وبنقول انه سرعة القطع هي طول الريش المقطوع في الدقيقة وسرعة القطع بتاعتي عين لما باجح سيبها بقول انها بتساوي طه قاف نون على 1000 ليه طه قاف نون؟ طه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي بتعتبر نصف الدائر بتاعي في العلاقة الرياضية وقاف اللي هي قطر الشغلة ونون عدد لفات الشغلة في الدقيقة يبقى السرعة بتاعتي عين بتساوي طه قاف نون طه اللي هي 22 على 7 او 3 و 14 من 100 وقاف اللي هي قطر الشغلة ونون عدد لفات عمود الظرف وبتتحسب باللفة لكل دقيقة يبقى السرعة دي كده سرعة خطية هتتحسب بالايه؟ هتتحسب بالمتر لكل دقيقة تعال كده ناخد مثال بيقول لي احسب سرعة القطع لمشغولة من الصلب قطرها 40 ملي متر علما بأن ظرف المخرطة يدور بمعدل 80 لفة لكل دقيقة يبقى انا دلوقتي عندي قطر الشغلة 40 ملي متر وعندي سرعة عمود الظرف بتاعي 80 لفة لكل دقيقة تعال نعمل هامش ونبدأ ناخد المعطيات بتاعتي بيقول لي حسب سرعة القطع يبقى انا عايز اعرف عين بتساوي ايه؟ لمشغولة من الصلب قطرها 40 ملي متر يبقى قاف بتساوي 40 ملي متر بمعدل 80 لفة لكل دقيقة تبقى دي نون لأن نون دايما اللي هي عدد لفات عمود الظرف بتاعي ودي بتتحسب باللفة لكل ايه؟ باللفة لكل دقيقة طيب تعال نحط القانون بتاعنا تبقى عين بتساوي طه قاف نون على ألف وطبعا الألف دي معمولة علشان انا عندي القطر بيكون بالملي متر دايما وحسباتنا بيكون بالملي متر فانا بأس بالملي متر ده على ألف عشان يطلع بالمتر تعال نعوض فنقول ان عين بتساوي طه اللي هي بـ 13 و 14 من 100 أو 22 على 7 في القطر بتاعي بـ 40 في النون بتاعتي بـ 80 على ايه؟ على ألف يبقى العين بتاعتي بتساوي عشرة عشرة ايه؟ أيوان عشرة متر لكل دقيقة دي سرعة خطية تتقاسب المتر لكل ايه؟ لكل دقيق تعال نشوف المثال ده بشكل تاني بيقول لي احسب عدد لفات عمود الظرف عند مخرطة عند خرط شغلة قطرها 40 ملي متر علما بأن السرعة الخطية اللي هي عين بتساوي عشرة متر لكل دقيقة تعال نعمل هامش ونقول احسب عدد اللفات يبقى هو عايز مني نون بتساوي كام لخرط شغلة قطرها يبقى القاف بتساوي تمام القطر بتاعي بيساوي 40 ملي متر يبقى قاف بتساوي 40 ملي متر علما بأن السرعة الخطية بتاعت اللي هي عين بتساوي 10 ملي متر لكل دقيقة يبقى أنا القانون بتاعي كان أساسا بيقول إن العين بتساوي طه قاف نون على ألف إذن أنا كده حعمل كأني بعمل طرفين في وسطين يبقى النون لوحدها بقت بتساوي ألف في عين اللي هو الطرفين دول ألف في عين على طه قاف ألف في عين على طه إيه قاف تعال بقى ناخد دول ونعوض مكان كل رمز يبقى النون بتساوي الألف بتاعتي في العين بتاعت اللي هي بعشرة على طه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي 13 و 14 من 100 أو 22 على 7 في قاف اللي هو القطر بتاعي اللي هو 40 ملي متر يبقى إذن النون عنتي حتطلع بـ 80 خلي بالك أنا بجيب إيه؟ نون نون دي اللي هي عدد اللفات يبقى تطلع هنا باللفة لكل إيه؟ باللفة لكل دقيقة يبقى تخلي بالك المعطى بتاعك هو طالب السرعة الخطية اللي هي عين يبقى دايما بالمتر لكل دقيقة إنما لو طالب مني عدد اللفات نون تبقى ديه باللفة لكل إيه؟ باللفة لكل دقيقة تعال بقى ناخد العوامل بتاعتنا اللي أنا قلتلك إنهم كلهم مترتبين على بعض اللي هي إيه بقى العوامل؟ قلتلك إنت عندك سرعة قطع جاية من طول الريش المقطوع في الدقيقة قلتلك عندك عمق قطع ودي المسافة اللي بيتغلغ الألم داخل الشغلة اللي هو السمك ده يعني من أول هنا لحد هنا اللي هو سمك الريش وعندي التغذية بتاعتي اللي هي الحركة بتاعت الألم مع كل لفة من لفات الشغلة يبقى عندي أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة نمرة واحد سرعة إيه؟ سرعة القطع ونمرة اتنين التغذية ونمرة تات عمق القطع سرعة القطع هقول هي طول الريش المقطوع في الايه؟ في الدقيقة طيب طول الريش المقطوع في الدقيقة ده كان جاي من سرعة الدوران بتاعتي طب تعال نشوف التغذية التغذية بتاعتي الألم بيتحرك كده والشغلة بتلف فيبقى التغذية بتاعتي دلوقتي هي ايه؟ هي المسافة اللي بيتحركها القلم هي المسافة التغذية هي المسافة التي يتحركها القلم لكل لفة من لفات الشغلة يبقى أنا دلوقتي الألم بتاعي بيتحرك كده بس لازم تكون الشغلة بتاعتي بتلف يبقى من العوامل اللي بتوقف عليها عملية الخرط النمرة 1 سرعة القاطع اللي هو طول الريش المقطوع في الدقيقة رقم 2 التغذية وهي المسافة اللي بيتحركها الألم بعد كل لفة من لفات الشغلة رقم 3 عمق القاطع اللي هي المسافة اللي بيتغلغالها هنا الالم او سمك الريش فيبقى عمق القطع هو المسافة التي يتغلغالها القلم داخل معدن الايه داخل معدن الشغلة في كل وش اللي هو سمك القطع افتكر كده كويس ان انا قلتلك ان انا عندي رقم واحد سرعة القطع رقم اتنين التغذية رقم تلاتة عمق القطع وزودت عليهم نوع معدن الشغلة وزودت عليهم كمان نوع معدن اداة القطع اللي هي القلم وقلتلك ان الخمس حاجات دول بيتوقفوا على بعض الخمس حاجات دول بيتوقفوا على بعض بيعطلوا بعض او بيسهلوا العمل على بعض تعالى نشوف كده ايه هي العوامل دي العوامل التي يتوقف على عملة الخرط العوامل التي يتوقف عليها سرعة الايه القطع يبقى سرعة القطع متوقف على مين نعم را واحد نوع معدن الشغلة لو معدن الشغلة صلب وناشف يبقى سرعة القطع تبقى قليلة نوع معدن الشغلة طري اقدر اشتغل بسرعة قطع كبيرة طيب رقم اتنين نوع معدن الالم لو معدن الالم هنا صالد اوي وناشف اوي يبقى انا حقدر اشتغل بسرعة قطع كبيرة لو معدن القلم طري او مش ناشف اوي حستخدم سرعة قطع قليلة رقم تلاتة عندي مقدار التغذية رقم اربعة العمر الافتراضي للالم ورقم خمسة عمق الايه عمق القطع يبقى انا دلوقتي النهاردة خدنا مع بعض اجزاء المخرطة العمليات اللي بتجرى على المخرطة خدنا مع بعض اداة القطع اللي انا بستخدمها في عملية الخراطة والعوامل اللي بتأثر عليها وقلنا ان عندي حدود القطع حد قطع رئيسي وحد قطع مساعد وسن الالم وعرفنا ان فيه قوة بتأثر على الالم وعرفنا ايه هي العوامل اللي بلازم اخذها في الاعتبار عند عمليات الخراطة اللي هي سرعة القطع والتغذية وعمق القطع وانواع مواد الشغلة والالم بس لازم نبقى عارفين الشغلة حتتثبت ازاي طب عايزين تعرفوا الشغلة حتتثبت ازاي على المخرطة وهي بالدور يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة الى ان اراكم على خير بازن الله اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته